هو اللوبيات ليست بالجديدة أقوى اللوبي في فرنسا لحقا أن يلوث العلاقات بين الجزائر وفرنسا وميخليها تكون طبيعية هو اللوبي الأقدام السود ثم اللوبي الحركة اللوبي قوية كثير والآن برسة اللوبيات أخرى يعني إضعاف الجزائر لتقوية الجيران وهلو مجرى فهذا الشكل الجديد من اللوبيينج الإشكال هو أنه ليطرح دايما في العلاقات الجزائر والفرنس حجم العلاقات الجزائر الفرنسية إنسانيا تاريخيا اقتصاديا قوي هل يعقل أن نسبة ضائلة حقيقة ضائلة من الحركة والإقدام السود يأثروا إلى هذه الدرجة للسياسة الخارجية الفرنسية إزاء الجزائر هذا أنا دايما نسأل نفسي حتى الفرنسيين كيف يمكن أن ربعمائة تلف وخمسمائة تلف حركة في الجنوب زيد تقريبا مليون هما هذه إحصائيات فرنسية مليون ومئتين الآن الناس اللي خرجوا أنا ذاك تأثر على السياسة الخارجية وعلى المصالح استراتيجية على فرنسا إلى درجة وينتصبح السياسة الخارجية الفرنسية تقريبا في بعض الأحيان عدوانية موقفة من الصحراء الغربية مثلا موقفة الحكومة الفرنسية في الأزمة الأمنية وسياسية اللي عشناها في التسعينات تصور مثلا ساركوزي عندما زال جزائر نفس اليوم اللي رجع فيه استقبل الحركة يعني بعد ساعتين فرنسوا أولون جال جزائر مضينا على اتفاق نفتح فيه النقاش السياسي والأمن على جميع المستويات في نفس تقريبا الأسبوع مضى صفقة سرية أمنية مع المغرب فبالتالي بقات هذه العلاقة قريد قبل سنوات مذكرات لجيزكار دستان يقول فيها عندما زار الجزائر في 1975 هو أول رئيس فرنسا يجرى الجزائر في عفريل 1975 وتقريبا كادت تفشل زيارته في المطار عندما صرح بأن فرنسا التاريخية تسلم على الجزائر يعني جزائر شي جديد فبو مدين رد عليه كان فيه زعاج رسمي رسمي بو مدين قلو جزائر وبنت تاريخها فبالتالي تاريخها قديمة كذلك يقول في المذكرات تعو هذه أصعب زيارة لي في الخارج لأني رحت لهذا البلد وأنا ما زلت ما نشقانع وما نشق متقبل استقلال الجزائر يقولها دري على ذلك ما أتذكر أنا ذاك أطلب رسميا من الحكومة الجزائرية أطلب رسميا من الحكومة الجزائرية أن تسفر سمح له نضينا معهم اتفاق في سبتمبر 80 أن يسفر سانوين 80 ألف حامل بطاقة إقامة يعني عندما تقول حامل بطاقة 30 ألف حامل بطاقة إقامة إقامة هما تقريبا 100 ألف لأن الأولاد أنا ذاك اللي عندنا مقال من 18 سنة ما مش حاملين ولكن لا يدرشون في هذه الأحصائيات فهذا المشكلة مع اليمين المتطرف ومشكلة مع قدام السود ومشكلة مع الحركة الناس اللي يكونوا جماعات نفوذ قوية حقيقة ولكن العيب كذلك فينا نسبيا مع الناش جماعات نفوذ قوية أثر على السياسة الخارجية سواء سياسيا أو إعلاميا حتى على العرض الفرنسية